مدينة المراكش والضواحي في هذا اللقاء نطرحه جوجة الملفات التي هي من أخطر الملفات للفاساد التي عرفتها من مدينة المراكش والضواحي الملف الأول يتعلق بالتفويض أملاك الدولة والملف الثاني يتعلق بالملف كورفند جوجة الملفات للجمعية الوطنية الدفاع حق الإنسان وحماية المال العام هي فجرات جوجة الملفات بحيث الملف الأول لتفويض أملاك الدولة سبق الجمعية الوطنية الدفاع حق الإنسان وحماية المال العام وضعت شكاية لدى السيد الوكيد العام مالك يوم 18 فبراير 2018 يعني جمعية الوطنية الدفاع وإنسان وحماية المال العام هي الأولى التي فجرت هذا الملف وفعلا وضعنا الشكاية عن السيد الوكيد العام لدى محكمة الاستئناف المدينة المراكش وعطت تعليماته الضابطة القضائية المختصة وهي الفقة الوطنية التي استمعت لي بعد ثلاث أشهر على وضع الشكاية حيث أنه تم الاستماع من طرف الفقة الوطنية الشرطة القضائية في مايه 2018 وفعلا من جميع الوطائق والإثباتات التي تتعلق بالتزاوجات التي كانت في الملف في تفويت أملاك الضولة حيث تلقينا أن هناك تلاعبات في المشروع الملكي المراكش الحاضرة المتجددة وعندنا مجموعة الأمثلة التي طرحناهم في الشكاية والتي فعلا أن الفرقة الوطنية للسلطة القضائية عمقات البحث فيهم ووصلت إلى مجموعة الحقائق والتي تتباتت والتي الحق بعد رجوع الملف الملف في المدة للبحث السغرق فوق 6 سنوات أن في مارس 2024 أن السيد الوكيل العام الملك الذي حكمت الاستئناف مراكش أحال القضية على السيد قادة التحقيق الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال حيث أن ترحل مجموعة هذه المتابعات للمتهمين الذين هم 11 متهم فيما يخص المتهم الأول الذي هو السيد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي السيد عبد الفتاح الجيوي الذي تم إحالته عن السلطة القضائية للاختصاص لأنه عندهم امتياز قضائي وبقوا عشرة المتهمين المدير الإقليمي الأملاك المخزنية السابق والمدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بجهة مراكش آسفي وكذلك رئيس قسم التعمير السابق بجهة مراكش آسفي والمدير من المركز الاستثمار بجهة مراكش آسفي قبل المدير السابق والمدير الوكالة الحضرية السابق لهو رحل الاعتقال حاليا في ملف آخر اللي هو مدان فيه عشر سنوات وكذلك العمدة السابق لمدينة مراكش ونائبه الأول السابق لعمدة مدينة مراكش والذي هو برلماني حالي والنائب نائب لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي وكذلك كان هناك واحد مستشار جماعي وآمين جهوي للحزن في المعارضة وعضف مجلس الجهة بمدينة مراكش ومستثمر بمدينة مراكش والمتهم حداش هو الرئيس دي المقاطعة سيديوس بن أعلي السابق اللي هو نائب العمدة حاليا هذا الملف لا أعرف واحد خلقات كبيرة هنا تتبين بأن الفساد أضحى بأنه أصبح بنيوي لأنه تغول بواحد طريقة لفجآت الجامعة لأنه فست تلاعب مشاريع ملكية يعني هنا تكون تزاوز جميع الخطوط بما فيهم الخطوط الحمراء يعني فستيكون بأن واحد المشروع المشروع ملكي والذي توقع أمام يدي صاحب الجلالة وتتم تلعب فيه يعني هنا بأن الفساد تغول في البلاد ونعطم أمثلة أمثلة على هذه المشاريع الملكية والذي تتم تزوير الملف وتفوتها للمجموعة المضاربين عقاريين ومنتخابين كبار مدينة مراكوش يعني أمثلة منها المحطة الطرقية العزوزية حيث أن سبق المجلس الجماعي السابق يعني خلال فترة انتدابية 2019-2015 أن وقتنا ثلاثة البقاع ثلاثة بمقاطعة عادية من نارية أو بالتحديد بالعزوزية أن هذه ثلاثة البقاع كانت تقصص البناء المحطة الطرقية البقعة الثانية أن تقصص سوق بلدي بجانب المحطة والبقعة الثالثة أن تنفيذ مستودع الطاكسيات والنقل المزاوي والحافلات كما تعرفون بأن أي محطة طرقية لا تقصص الطاكسيات والحافلات إلى غير ذلك وكذلك بأن تساعد السوق لأن المسافر يمكن إقتناء مواد غذائية وممكن إقتناء ملابس إلى غير ذلك هنا تأتي المزلس الذي كان الرأس السيد العربي بالقيد خلال فترة انتدابية 2015-2021 تتفاجئ بأن بقعتين من ثلاث بقعة تتفوت في ظروف غامضة المنتخبين كبار البقعة الأولى التي كانت من فرض أن تساعد السوق البلدي تقتنيها واحد المستثمر الذي ما هو إلا أجير على واحد البرلماني حاليا لما كان نائب لأن الشركة كانت بل اسم فيها والبقعة الثانية تتفوت من مجلس المنزل والمجلس حاليا ومجلس المعارضة وهذه البقعة يتم بناء محطة المحروقات. في الوقت الذي كانت تخصص المستوضع الطاكسي وكذلك توسيع السوق وكأن المحطة بحاجة إلا المحطة المحروقات. ونرى المنطقة العزوزية حتى بالنسبة للبنية التحتية من ناحية الطرقات إلى غير ذلك وكذلك لا يوجد محطة المحطة مواطن عادي سوف يتفاجئ بأن محطة طرقات خارج الشارع وأن أي محطة طرقية يبدأ من مستوضع السيارات أو الطاكسيات إلى غير ذلك. هناك أوجدات المحطة الطرقية ولكن هناك مستوضع الطاكسيات ونحن نعرف بأن المحطة الطرقية على الأقل هناك في مراكش سوف يكون هناك 500 حافلة في اليوم. هناك توقف وكثير من المسائل لكينا. هناك نرى أن نرى أن نصل إلى درجة الفاسد. هلأش هناك نقول بأن هذا الملف يعتبر من أخطر ملفات لعرفاتهم المدينة المراكش. نعطيه مثال ثانياً وهي البقعة الأرضية المنارة في المقاطعة المنارة وبالأخص في درجة في درجة. أن نفس المنتخب من هذا المنتخب ينجوش. نفس المنتخب سنة واحد الأرض ببتارقة بـ 650 درهم المتر مربع. في واحد المنطقة المتر المربع التي تتجاوز 10 ألاف درهم المتر مربع. على أساس أن تكون فيها بنايات وهذه البنايات سيكون مخصص للسكان الاقتصادي. يعني هذا المنتخب غير حصل على هذه البقعة. وفي ظروف غامضة أما تغييرات جميع المساعد. يعني أقول لك جميع البنايات التي يعمل. وجميع العمارات التي يجب عليهم سكان نواياً استونديني أو استونديني. يعني من هو هذا الساكاس الاقتصادي الذي يعمل عليه على شخدار هذه الأرض. هنا تتبين الضرزة للتصوير في محرارات الصينية. يعني هنا بثافة الحوايج التي كانت. وهنا تتبين كيف نوصل إلى التبديد للأموال العامة. وفعلاً أن الجمعية الوطنية للدفاع حقوق الإنساني وحماية المال العام. أنها يرفع الجنرات هذه في وضعات الشركية الأولى في 18 فراير. في 18 فبراير 2018. وعودات عملات الشكاية الأولى. كما ترون. أنها توضعت في 18 فبراير 2018. ووضعناها عند السيد الوكد العام. لدينا حكم السيدة في المراكوش. الموضوع ديالها هو إجراء بحث فتاة تبديد أموال عامة. عبر تفويت عقارات في الملك الدولة بأتمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين عقاريين. وكذلك تم وضع. الشكاية الأخرى في 12 مارس 2020. الشكاية الثانية. لأن الموضوع دياله هو طلب إجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة. عبر تفويت عقارات في الملك الدولة المنتخبين ومضاربين. على حساب مشروع ملكي. استغلال نفوذ الغدر. تبديد الأموال والإثارة غير مشروع. يعني هذه الشكاية الجوجات تم أن السيد الوكل العام أعطى تعليمات دياله لدابطة القضائية المختصة. وفعلا تفتح تحقيق وكيف التهام. وعندها مجموعة التهام لكينا. فيما يخص المتابعين. كان مريد ريس العمار العلاوي. لمتهم جهة الجنايات. جناية تبديد أموال. موضوعها تحت يد موظف عمول مقتدى ووظيفته. والمساهمة في تزوير محرارات رسمية. هنا هذه المساهمة في تزوير محرارات رسمية. ما فيها البشاريع التي توضعت أمام يدي الملك. يعني توضعت له على ما أظن في ناير 2014. والتي كانت في الفترة الإنسيذبية للمجلس الجماعي السابق. ما بين 2019 و 2015. والأستاذة فاطم الزهراء المنصوري. هي لتلات الرسالة أمام يدي الملك. في يناير 2014. كان هناك كذلك متهم ثاني. هو عبد الرحيم بعلالا. وهو المدير اللي هو السابق لجهة مراكش أسي. حتى هو المتابع بالجنايتين. جناية تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي. لنقتضى وظيفته. وجناية المساهمة في تزوير محرارات رسمية. كذلك هناك إبراهيم خير الدين. هو المدير السابق لمركز استثمار بجهة مراكش أسي. هو متابع الجيش الجنايت. جناية تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي. لنقتضى وظيفته. وكذلك جناية مساهمة في تزوير محرارات رسمية. كذلك هناك كذلك المدير السابق لليكان الحضارية. ومعتقل حاليا ومدير بعشر سنوات. سجن في منذ من آخر. خالد ويا. ومتابع الجيش الجنايت. جناية تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي. مقتلع وظيفته. والمساهمة في تزوير محرارات رسمية. وكذلك المتهم الخامس. رشيد هنا. وهو الرئيس السابق لقسم التعمير. بجهة مراكش أسفي. ومتابع الجيش الجناية. جناية تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي. مقتلع وظيفته. والمساهمة في تزوير محرارات رسمية. المتهم الثالث. كان محمد العربي بالقيد. العمدة السابق لمدينة مراكش. ومتابع جناية تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي. مقتلع وظيفته. والمساهمة في تزوير محرارات رسمية. كان هناك إسماعيل المغاري. وهو رئيس السابق لمقاطعة السيد يوسف النهري. ونائب العمدة حاليا. متابع بجناية واحدة. وهي تلقي فائدة عقد. وكذلك المتهم يونس مسلمان. لمتابع بثلاث جنايات. جناية تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي. مقتلع وظيفته. وكذلك جناية تلقي فائدة في عقد. وجناية استعمال محرار رسمي مزور. وكذلك المتهم عبد العزيز البن. وهو متابع بجنايتين. جناية المشاركة في تبديد أموال عامة. موضوعة تحت يد موظف عمومي. مقتلع وظيفته. واستعمال محرار رسمي مزور. وكذلك المتابع الأخير. وهو حميد متعلق بالله. ومتابع بثلاث جناية. جناية المشاركة في تبديد أموال عامة. موضوعة تحت يد موظف عمومي. مقتلع وظيفته. واستعمال محرار رسمي مزور. والمشاركة في تلقي فائدة في عقد. كيف ترون؟ هناك تهان جناية. تبديد أموال عامة. وكذلك جناية زوار محرارات رسمية. كما قلت بها الملفاتين. كانت مجموعة كثيرة. كانت دارز نيبر. كانت تنويل في سيديو سبن علي. كانت أراضي في نواحي المدينة المراكوش. وضعناها في الشيكاية. وفعلا كانت تجاوب السيد الوكيل العام الملك. مشكورا. لأنه تجاوب مع الشيكاية. وعطى تعليماته في نفس الإطار. وستمعتنا الفرقة الوطنية. والفرقة الوطنية مشكورة. حتى هي عملات عملها بواحد الاحترافية. ودعناهم جميع الوطائق والإتباتات. لتتبيين بأن هذه الناس تغولوا في الفساد بشكل كبير. ما يخص الميلة في تفتيت أموال أملك الدولة. والتلاعب بالشارع الملكية. بأن المتهمين استدعاهم السيد قادي التحقيق. وكان هناك تحقيق أولي. وتمت مصادرة زواجات الصفر المتهمين العشرة. مع إغلاق الحدود. يعني هذا هو الإجراء الأول. في انتظار التحقيق التفصيل الذي يقرر في السيد قادي التحقيق. يعني دب حاليا لما تسحبوا الزواجات الصفر لجميع المتهمين. مع إغلاق الحدود للصفر إلى غير ذلك.